لهم دور اللي هما بيزرعوا فيه القدرة على التحقيق المستحيل الأب والأم لهم دور الأدب والأخلاق والإحترام وزرع الدين على فكرة عايز أقولك حاجة وإحنا عايشين في الدنيا دلوقتي بإيه باللي أهلنا زرعوا فينا زرعوا فينا إيجابي إحنا ماشيين محترمين على الأرض زرعوا فينا سلبي هنطلع ما عندناش مستقبل ولا عندنا طموة الأب والأم اللي بيزرعوه بيبقى على ما سبتة لكنك يعني نقاشت على الحجر بتبقى على ما سبتة مستمر عشان كده بقول لأي أب قوع تستهينه بما تزرعوه طيب علاقة الأب والأم والخناءات سواء الأم تهين الأب صد ولادها أو علشان ما نبقاش جايين على الرجالة طول الوقت ما هو برضو فيه يعني الموضوع احنا عايزينه ككل احنا بنوعي بشكل عام وفكرة انه الأب يهين الأم الولاد ما بتنساش ده ما بتنساش ما بتنسه بعض الأخطاء الشائع بين الأب والأم بتحصل رقم واحد إن الأب يقلل من الأم أو الأم تقلل من الأب رقم اتنين الخناء المستمر أمام الأولاد رقم تلاتة اللي هو استقطاب أحد الأولاد لحساب طرف على حساب طرف رقم لو شفتي أبوك عمل شفت أمك عملت ما ينفعش إن أنا أستقطب طرف أو أستخدم حد من أولادي كطرف يبقى معايا ما ينفعش أنا كده بقلل بخليه فقد الثقة في كل شيء رقم أربعة اللي هو الكلام المغلوط اللي أنا أقوله أقوله على الأب أو أقوله على الأم يعني مثلا لما أقول إن الأب فيه كذا وكذا أنا أقوله مين ده أنا أقوله لابنه ولما أقوله على الأم ده مامتك بتاعمل أنا أقوله مين ده أنا أقوله على مامتها صحيح إن البنت والولد بيفقدوا المصدقية فينا كأسر دي غلطات يا جماعة ما ينفعش نقع فيها إن لو إعنا فيها أنا مش بربي ابني سوه في الآخر أجا أشتكي أقول إيه أنا ابني تعبني أنا ابني عنده مشاكل في المراحقة كتير أو مش واقف جنبي أو لما كبرت مش لاقي السند مش لاقي السند وغير كده كمان طول ما الولد بيتربى في بيت سوي الولد بيطلع سوي لأنه ده أنا عكاس ايه اتربى في أسرة مشتتة ومخبطة بيطلع مشتت ومخبطة حتى ولو انفصلتم ومش قادرين تكملوا مع بعض ممنوع منعا بدتا إن طرف يستقطب الأولاد على حساب الطرف الثاني ما ينفعش سيبوا لولاد تمارس حقوقها الطبيعية في وجود أب و أم في الحياة طيب دكتور هاني ترجمة نانسي قنقر